إنما أهل برسعيد الحال وقف بيهم جدا بقى خلاص ضيق اليد وصلت لمرحلة من الانفصال والتشتيت للأطفال وحاجات كتير جدا فأنا مش هعيش شعب برسعيد ينساك وراء مؤتمر كبير وحاجد وحاجات شكل كده وفي الآخر نجني اللي احنا جنينا طيب احنا بقانا من خمس سنين كان في ناس قيادات محترمة وموجودة من خمس سنين ما عملوش حاجة ليه النهاردة جيني يقول له هنعمل فكلام ممكن يعني فأنا عايز أقول للبرسعيد والشعب الوعي وبرسعيد شعب وعي جدا ولا ياخد بمؤتمر ولا ياخد بيفوت ولا أنا ممكن ما عملش يوفوت ممكن ما عملش بمؤتمر إنما ممكن ألتقل مع الناس البسيطة في بيوتها في القهوة في الكفية في الشارع في النصية في الحارة احنا عندنا ناس طيبة نقعد وياها عندنا قيادات ممكن نقعد وياها قيادات من الأسر أسر عريقة وأسر تحسك وانت صدقة وانك هتعملي إنما مش هنقرر تاني ناس تانية يخدم المنصب وما يعملوش حاجة ما ينفعش أحنا مش عايزين بدل عايزين قلب عايزين قلب يخدم برسعيد كمان خاصة فنيين يبقى كمان الإحساس عندك مختلف أنا لما بغني البرسعيد بابكي أكيد أصرت لما بغني البرسعيد بابكي وأرجوكي ما تقوليش غني البرسعيد ليه هت أنا بحب إحساسك عندك يعني يعني والله العزين ثلاثة والله العزين أنا بقول هتكي وأنا البكى أقرب لي فأنا أصدأ أقولك إن أنا عاشي لبرسعيد وبقولي لبرسعيد زي ما أنا قدمت رسالة إنت تشرفت بيها أنا ما عنديش حاجة يعني ما عنديش حاجة أنا عندي أنا مصطور الحمد لله تمام إنما ما عنديش القدرة إن أنا أنا أنافس التنافس الكبير ده واللي بيحصل واللعبة الانتخابات إنما عندي القلب وعنده الروح وعنده اللقين والجرأة والإحترام والثقافة والشخصية اللي ممكن تحافظ على مكتسبات أهلي في برسعيد تبرك كتير أو يا حياتك لما طالما أنت حاسس يعني الفنان حياتك يعني كمان إحساسه مختلفة عن الآخرين طبعا طبعا على فكرة أو مثلا بيحس بكل حاجة يعني عايزة أقولك برضو في ناس ثانية أنا أنا بتمنى طبعا إن كل المرشحين اللي زي برسعيد يكون عندهم اليوقين ده ده أتمنى في كل وأنا بقولها لكل الناس أنا لو ربنا كتبها لي إحنا لازم نتجمع إحنا الخامسة إحنا الستة كنواب مجلس شيوف ومجلس نواب إن إحنا نجتمع على مشاكل برسعيد الحقيقية ونشتغل عليها وما فيش حد يفرق بنا يبقى قرارنا واحد منصتنا واحدة اتجاهنا واحد تمام مفيش حد يشتت لأن التشتيت ده بيدعف القوة البرلمانية في المجلس بيدعف والنائب مش مش هو اللي هو الطلبات الفردية آه الأهل دايريته ليه حق حد من أهل دايرة آه ياخد الحق بتاعه واجبهوله تمام إنما على مستوى برسعيد بقى إحنا مش عادين نتكلم في مشاكل فردية 300 طلبوا 300 يخلاصهم لأ مشاكل برسعيد بقى الإسكان والتوظيف والبترول وخير برسعيد والبطاية الإصرادية ومشروع سهل الطينة والتعليم ورابط التعليم بالمصانع الموجودة في أفكار كتيرة جدا اللي نتتعامل وكلنا نشتغل عليها وعلى فكرة دا اللي بينادي بي السيادة الرئيس أنا نفسي في كل محافظة عندها اكتفاق ذاتي تصرف على نفسها وتخف من عب ميزانية الدول أنا نفسي بدا لو كل محافظة فعلا اكتفت اكتفاق ذاتي وما خليتش حدي محتاج بالزارة على فكرة والمحليات المحليات هي اللي بتصدر المشاكل على مستوى الدول لو اتحلت المحليات بناس قامات محترمة اكسم بالله لمصر ما يتصدر لها أي مشاكل عايزين الضمير بس هو مشكلة يعني هي فعلا الضمير واللي حس انه هو عايز المنصب بس يعني يريتي رايح شوية ويسيب بقى الناس اللي فاضية لخدمة الناس إنما ما يبقاش عندك المصلح عايز تخدمها وعايز تحميها فما ينفعش هل دورك في المجلس هيأثر إن شاء الله بأمر الله يعني يعني هالك النجاح من كل قلبي وكل جمهورك يتمنى لك النجاح وكلنا دعمين لك ربني يا عزيزي هل هيأثر على مشوارك الفني لا أنا لو ربناك كتبها لي أنا هتفرق لخدمة أهل بلدي والفن أخباره إيه؟ خلاص شبعت شبعت ما هو الفن هو اللي وصلني الفن هو اللي وصلني للمكانة الرفيع دي على فكرة أنت تكوني خادمة لبلدك وأهل بلدك ما أجمل هذا الإحساس طبعا